بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون and it is the same to them whether you warn them read A.N. Harcham pronouncing both hamses or by substituting an alif for the second one or by not pronouncing the second one but inserting an alif between the one not pronounced and the other one or without the insertion or do not warn them they will not believe you can only warn in other words your warning will only benefit him who follows the remembrance the current and fears the compassionate one in secret who fears him despite not having seen him so give him the good tidings of forgiveness and a noble reward namely paradise truly it is we who bring the dead to life for the resurrection and record in the preserved tablet what they have sent ahead during their lives of good or evil that they may be requited for it and their vestiges what conduct was followed after them as good practice and everything Kala Sheyin is in the accusative because of the verb that governs it and is the following we have numbered we have recorded we have recorded precisely in a clear register a clear book namely the preserved tablet قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ They said, You are nothing but humans like us, and the compassionate one has revealed nothing. You are only lying. They said, Our Lord knows, Kallur Rabbuna Yalama functions like an oath. Emphasis is intensified by this, oath, and also by the, addition of the, lamb to what was before, simply, Mursaluna, we have been sent, to counter their intensified denial, that we have indeed been sent to you, by him. And our duty is only to communicate in clear terms, to deliver the message clearly and manifestly with plain proofs, such as the curing of the blind, the leper, and the diseased, and the bringing of the dead back to life. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون such as, these and their like from among those who denied the messengers and were destroyed, this, word, Hazra, denotes, extreme agony, the vocative here is being used metaphorically, in other words, it is time for you, O anguish, so come now. Never did a messenger come to them but that they mocked him, this, statement, is given as an explanation of the cause thereof, of the, agony, since it, the statement, entails their mockery which itself results in their being destroyed and which in turn is the cause of the anguish. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Have they, that is, those inhabitants of Mecca who said to the prophet, you have not been sent, by God. Q. 1343 Not seen, not, come to know, the interrogative is meant, rhetorically, as an affirmative, how many, cam here is predicative, as opposed to interrogative, in other words, it is to be understood as, Catherine, many, it is operated by the statement that comes next, below, and it comments on the operative clause for the statement that preceded it, the meaning then is as follows, indeed, many, generations, communities, we have destroyed before them, how, that they, the ones. Destroyed, never return, to those deniers, who are now alive. So will they not learn from their example. From Anaham, how, that they, to the end, of the verse, is a substitution for the preceding clause, Kemalakna Kabaham Mina El-Kuruni, bearing in mind the aforementioned general meaning. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل فاكهون هم وأزواج هم وأزواج هم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاقَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ and indeed إن is either for negation or is in its softened form every one of them that is every single creature cullen is the subject will be gathered jamion is the predicate of the subject before us at the scene following their resurrection barrained madaruna is a second predicate for the reckoning read llama with the sense of illa or llama with the lamb functioning as a separator and the ma being extra and a sign for them of the truth of resurrection why it and lamb is a preceding predicate is the dead earth read which we revive with water is the subject and out of which we bring forth grain such as wheat so that they eat thereof وَلَوْ نَشَاءُوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ إنه إلا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان فسبحان And when it is said to them Beware of that which is before you of the chastisement of this world as it is said to others and that which is behind you of the chastisement of the hereafter that perhaps you might find mercy they turn away in aversion and never did a sign of the signs of their Lord come to them but that they turned away from it and when it is said that is when the poor ones from among the companions of the prophet say to them expend on us of what God has provided you of wealth those who disbelieve say to those who believe in mockery of them are we to feed those whom if God willed he would feed as you are wont to believe you in saying this to us together with this belief of yours are only in manifest error As an explicit declaration of their disbelief this statement is very effective in the way that it has been expressed 506 And they say When will this promise of resurrection be fulfilled if you are being truthful therein